فلا لبنان بخير ولا غزة بخير والحشود الإسرائيلية العسكرية وأرتال الدبابات والمصفحات على طول الحدود الجنوبية للبنان والحكومة الإسرائيلية والكابنت المنبسكة عنها أقرت الاشتياح البري للبنان الذي بدأت طلائعه ليلة أمس ويأتي ذلك بعد أحد عشر شهراً من العدوان البربري الهمجي الذي لم يوفر لا مدنيين ولا أعيان مدنية ولا عامل إغاثة ولا صحفيين ولا أطفال ولا نساء ولا مسنين فمنذ السامن من تشرين الأول 2023 قتلت إسرائيل وجرحت ألاف الأشخاص بانتهاك صارخ لمساك الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية لذلك كل ما تقوله إسرائيل عن عمليات عسكرية جراحية ومحدودة هو غير صحيح فالأضرار هائلة في صفوف المدنيين وفي البنى التحتية المدنية وما حصل في قرية عين الدلب خير دليل على ذلك فقد استهدفت غارة إسرائيلية بتاريخ 29 أيلول مبدا سكنيا متسببة بمجزرة أدت إلى سكوتي 71 ضحية بينهم عشرات النساء والأطفال دفنوا في مقبرة جماعية وتعيد هذه المأساة ذكرى المجازر الإسرائيلية الصابقة خلال اشتياحاتها واعتداءاتها على لبنان وخاصة مجزرتي كانة في العام 96 و2000 مؤكدة مرة بعد مرة تجاهلها للمطلق للقانون الدولي بالرغم من مناشدة أعضاء المجلس عامة وسويسرا خاصة مرارا وتكرارا لها بالامتسال لمجباتها المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني السيدة الرئيسة لم يعد للكلام من معنى ولا للشكاوى من فائدة فكم من مرة جئناكم إلى هذا المجلس وحذرنا من الوضع الكارثي على طول الحدود الجنوبية وكم من مرة دكينا ناقوس الخطر محذرين من تمدد الحرب لتصبح إقليمية تشمل العديد من الجبهات لكن ما يحدث اليوم من قتل وتهجير وتدمير غير مسبوك لا يمكن السكوت عنه وتجاهله وسياسة وضع الرؤوس في الرمال والخوف من مواجهة إسرائيل وردعها لم تعد زفايدة فأولاد الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت ينمون في الشوارع والأمهات تحمل أطفالها هاربة من هول الغارات والصواريخ الفائقة التدمير التي تستخدم ضد المدنيين وقد كسفت إسرائيل من حدة عدوانها وجرائمها على لبنان وعاصمته بيروت وفي يوم واحد فقط وهو 23 أيلول قتلت إسرائيل عبر هجماتها الجوية 569 شخصاً من بينهم 50 طفلاً وأربعة وتسعين امرأة ناهيك عن اختيال أمين عام حزب الله سماحت السيد حسن نصر الله يوم 27 أيلول على مر التاريخ لم تجمع الأراء على توصيف موحد لأي شخصية عسكرية أو سياسية أو ثورية والتاريخ حافل بالأمثلة عن تلك الشخصيات وينقسم مجلسكم هنا أيضاً على التوصيف الصحيح لكن ما يجمع عليه الجميع أن مواجهة المحتل مقاومة السيدة الرئيسة كما قلنا ورددنا سابقاً وكما قال دولة رئيس الحكومة في خطابه أمام هذا المجلس الأسبوع الماضي وكما ردد وزير خارجية لبنان مراراً وتكراراً أن شعب لبنان وحكومة لبنان يرفضون الحرب ويردون تطبيق القرار 1701 بكافة من درجاته ونشر الجيش اللبناني في الجنوب على طول الحدود البرية بمؤازرة من قوات اليونيفل وهو الحل الوحيد لهذه الحرب العمياء وهذا العدوان الهمجي وكنا قد أبدأنا استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب وقد أعلنت الحكومة عن فتح باب التطويع 1500 عنصر جديد التزاماً منها بتطبيق القرار 1701 وأذكر في هذا الصدد أن لبنان كان قد وافك على المبادرة الأمريكية الفرنسية التي وافقت عليها إسرائيل وعادت ورفضتها بل نسفتها بموجة قتل ودمار غير مسبوكة بحجمها وعنفها كما نؤكد على الموقف الرسمي الذي أدلى به دولة رئيس الحكومة يوم أمس وهو الموافقة على الالتزام بالنداء الذي صدر عن الرئيسين الأمريكي والفرنسي والمدعوم من عدد من الدول الصديقة والشقيقة التعهد بتطبيق كل النقاط التي وردت في البيان ومنها وقف إطلاق النار فوراً من أجل بداية البحث في تطبيق القرار 1701 كاملاً الترحيب بكل ما ورد في النداء والتعهد بتطبيقه فوراً وفوراً وقف إطلاق النار الاستعداد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني ليكون بمهامه كاملة بالتنصيق مع قوات حفظ السلام الدولية اليونفل في الجنوب السيدة الرئيسة ها نحن اليوم نتجه أكثر فأكثر إلى حرب إقليمية مفتوحة وبلا ضوابط والحل يبقى بالعودة إلى الحلول السياسية المبنية على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة فهذا الوضع مرشح للاستمرار طالما أن القرار 1701 لم يطبق كاملاً وطالما أن التركيز هو على فرض حلول عسكرية بدل الحلول الدبلوماسية كذلك فإن الوضع في فلسطين مرشح للاستمرار بالتفاكم والتدهور وزيادة منسوب القتل والدمار والعنف ما لم تطبق الكرارات الدولية خاصة 2735-242-338 حول حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية من هنا وجوب تحمل مجلس الأمن مجتمعاً مسؤوليته لمنع انفجار الشرق الأوسط برمته والخروج من هذا النفق المظلم السيدة الرئيسة لبنان اليوم يواجه أزمة إنسانية غير مسبوكة وهو بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة فهو الدولة الوحيدة التي تستضيف مليوني نازح سوري ونصف مليون لاجئ سوري وفي نفس الوقت لديها حوالي مليون نازح لبناني داخلي وهذه سابقة يصعب تكرارها وكنا قد نبهنا من خطر النزوح واللجوء وهكد وصلنا اليوم إلى كارثة إنسانية مع مليون نازح داخلي منهم الألاف على الطرقات دون مأكل أو مشرب أو دواء من هنا وجوب المساعدة لمواجهة هذه الكارثة وقد تم إطلاق يوم أمس بالتعاون مع الأمم المتحدة نداء عاجلاً بكيمة 426 مليون دولار للاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية لذلك نتقدم بالشكر من كل من ساهم في المساعدة من دول صديقة وشكيقة ومن وكالات الأمم المتحدة وندعو جميع الجهات الفاعلة والدول إلى المشاركة في المساعدة السيدة الرئيسة تاريخنا مع إسرائيل تخلى له اجتياحات متعددة أعوام 78، 82 و2006 وكل هذه الاجتياحات والاحتلالات التي نجم عنها تدمير كبير وقتل لآلاف المدنيين انتهت جميعها باندحار إسرائيل وانسحابها وتراجعها والاجتياح اليوم سوف تكون نتيجته هي هي هزيمة أخرى تضاف إلى سجل إسرائيل مع لبنان فأرض الجنوب تعرف أبنائها وأهلنا في الجنوب متجزرين في أرضهم وشجرة الزيتون التي أحرقتموها بالفصفور الأبيض سوف تنبت وتزهر وتصمر من جديد وهذه الأرض الطاهرة سوف تلفز كل محتل مهما طال زمن احتلاله السيدة الرئيسة لبنان اليوم عالكم بين متركة آلة التدمير الإسرائيلية وبين طموحات البعض في المنطقة واللبنانيون يرفضون هذه المعادلة القاتلة ولبنان يستحك الحياة لبنان يستحك الحياة نعم لبنان واللبنانيون يستحكون الحياة وشكرا السيدة الرئيسة شكرا